اشتركوا في القناة ومع القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء في تمام الساعة الثالثة عصراً على طول الجهاز الفني يمكن مش راحة بنسبة كبيرة بتتكلم في راحة سلبية 24 ساعة وبقرى التدريب مباشرةً وعايز أحط هنا في الحسبان مسألة اللعبة الدولية يمكن بنتكلم على محمد شريف عمر السلية طبعاً أليو ديانج بنتكلم كمان على حمدي فاتحي بنتكلم على علي معلول كل اللعبة دي رجعة من منافسات كاس أمم إفريقيا ما كانش عندها مساحة وقت إن هي تاخد وقت عشان تستريح ديف على ذلك كمان محمد عبد المنعم أحد اللعابة اللي فرض اسمه ونفسه بشكل كبير جداً على تشكيلة منتخابنا الوطنة وتقلق أمام أبرز المهاجمين الأفرقى اللي محترفين في الدوريات الأوروبية وجيه يدوء بكريح ماتش بالمراسط إن كان عنده شد خفيف والجهاز الفني استعام به في المباراة التانية أمام الهلال السعودي وعمل مباراة كبيرة جداً كأولى مبارياته مع النادي الأهلي فاللعابة الدولية هتاخد راحة إمتى؟ هتستعد إزاي؟ كان اللافعونهم وكان اللافعون الجهاز الفني اللي مش عارف إزاي هيقدر يدي راحة واستشفى لللعابة دي عشان المرحلة الجاية كمان أيمن أشرف أعتقد بعد لحالة الطرد اللي خدها في مباراة بالمراس مش هيكون موجود بقى في مباراة الهلال السوداني لأنه يبقى لقاف مبارتين فده هنشوفه كمان خلال الفترة الجاية مع الجهاز الإداري ومدى لحاق أيمن أشرف بهذه المباراة أو حتى باللي بعدها تبقى للوايح اللي معمول بيها بالنسبة لكاس العام الأندية وارتباطها بالمنافسات القرية خلال الفترة اللي جاية عموما الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني هيحدد برنامج بدني واستشفائي بالنسبة لللعابين خلال الفترة اللي جاية لتجهزهم قبل السفر إلى السودان بنتكلم على تدريب الاتنين التلات والاربع هتسافر تتمرن يوم الخميس على ملعب المباراة وتلعب الجمعة المباراة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة ثلاثة العصر وكل طبعا الهدف من هذه البرامج التدريبية اللي انت قد إمكان بتحاول تتفادى الإجهاد والإصابات اللي ممكن يعيق شوية بعض العناصر الأساسية في ظل غياب كمان هنمتكلم في أكرم توفيق فترة طويلة عمار حمدي لفترة طويلة بدل بنون يعني مش فترة طويلة إن شاء الله بس بعض من الوقت ممكن ما يلحقش مباريات دور المجموعات فبتتكلم في تلات يعني لعيبة أساسية في خط الدفاع بضيف علون كمان بنتكلم على بيرسي تاو اللي أصيب في الفترة السابقة اللي أمنا استفيد به في كاسة العمل الندية بالإضافة إلى الحارس الدولي محمد الشناو اللي بيبزي المجهودات كبيرة جدا عشان يدعم حراسة المرمة مع علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء خلال الفترة اللي جاية ظروف صعبة جدا تربح حسابات أي فرقة وهي بتستعدل أي بطولة لكن ده قدر الأهلي وجمهوره عارف الصعوبات دي عشان كده بيقف في ظهر الفرقة بنسبة كبيرة في كل المباراة اللي بيسمح للجمهور إن يحضر المتشاط بتقول كل الأهلي هيتير إلى السودان يوم اللاربة استعدادة للمباراة إن شاء الله يوم الجمعة والنهاردة طبيب الأهلي دكتور أحمد أبو عبلا يمكن في بعض الأخبار كده كشف عن الحالة الطبية لبعض اللعيبة قال كمان إن علي معلول بعد مباراة الهلال السعودي اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال وعلي معلول هيقضع الاختبار طبي غدا للإطمئنان عليه لكن يعني دكتور أحمد قال الخبر كده الحمد لله يعني ما سبناش قلقانين كمل بجملة مهمة جدا إنه نتوقع إن اللعب هيشارك في التدريبات خلال الفترة الجاية لأنه بصراحة الموضوع مش مستحمل يعني غياب أيمن أشرف غياب علي معلول حتى ساعتها مش هيكون عندك غير محمود وحيد بقى وكريم فؤاد ويهي ممكن تستعين بأحدهم في الفترة اللي جاية دكتور أحمد كمان قال إن ياسر إبراهيم وحمد عبدالقادر الحمد لله محدش فيه مشك من أي شيء عاقب المباراة لكن يعني ياسر عنده كدمة كده خطيرة في العين احنا شفنا حتى تأثيرها على ياسر إبراهيم وبينك جدا فيه واجهه خلال مباراة العين أو خلال مباراة الهلال السعودي وإن شاء الله بإذن الله يمكن هيكون جاهز الفترة الجاية أحمد عبدالقادر كان عنده ألم في الكتف لكن إن شاء الله بإذن الله برضا هيكون جاهز في الفترة اللي جاية الشناوي وكنت بأكلمكم على إصابة الشناوي دكتور أحمد قال لي هيكون فيه أشياء التصونارة على العدلة الخلفية لمحمد الشناوي خلال الساعات اللي جاية خدوا بالكم الشناوي جي من الكاميرون على النادي الأهلي في أبو ظبي ما كانش فيه فرصة بقى غير أنه بيعمل برنامج استشفاء وتأهيله وانتظره يكملوا البرنامج التأهيل غيرت لما يرجعوا القاهرة ويعملوا أشياء تصونار هنا في القاهرة عشان يطمئنه على مدى جاهزيته وكان فيه تم حق يعني حق الشناوي مرتين بالبلازمة عشان يعالجوا الالتقام أو يعالجوا المزء اللي موجود فيه العدلة وده جزء من الإجراء للطب بالتحفز عشان يعالج الالتقام أو المزء ده عشان يبقى فيه التقام في الفترة اللي جاية إن شاء الله الأشعة تثبت يعني مدى إمكانية لحق الشناوي بفترة قريبة جدا ويكون جاهز مع الآهلي في الفترة اللي جاية أكرم توفيق ألف مليون سلامة عليه عمل العمليات جراحية في ألمانيا والجهاز الطبي اطمئن عليه وخلال الساعات القادمة إن شاء الله هيطير إلى الدوحة لاستكمال برنامجه التأهيلي في أكاديمية سبيتار بالدوحة وده نفس الإجراء اللي تم أيضا كمان محمود متولي اللي هيعود للقاهرة خلال الساعات القليلة القادمة عشان يقدر يشارك فيه التدريبات الجامعية مع النادي الأهلي طيب أكرم توفيق عمل العملية ورجع فيه لعب تاني مسافر يعمل نفس العملية عمار حمدي تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بصفر اللاعب كان موجود في الدوحة وتعرض لإصابة قبل أولى المباريات رجع القاهرة خلال الـ 72 ساعة الماضية اندها بقى الإجراءات التأشيرة وحجز الطيران قبل الصفر الألماني عشان يخضع نفس العملية الجراحية مع الطبيب الألماني كريستيان فانك اللي أقرى هذه الجراحة إلى أكرم توفيق والجراحة هتبقى موجودة في النمسا هو هيسافر ألمانيا ومن ألمانيا هيطلع للنمسا عشان يعمل عملية جراحية في النمسا موعد عودة بيرسي تاو لعب مميز جدا افتقدناه في كاس العالم الأندية لكن إن شاء الله بإذن الله هو في الجزء الأخير من المراحل التأهيل في الإصابة اللي اتعرض لها بشد في العضلة الأمامية ودخطر أحمد أبو عبلا يمكن نطمننا برضه وقال إن حالة بيرسي تاو تحسيني كتير هو ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني يعني إذن طبقا لذيذ تصرحات بإذن الله إن شاء الله بيرسي تاو هيكون في المراني الجماعي مع النادي الأهلي يوم الأحد القادم عقب العودة من السودان والاستعداد بقى للمرحلة اللي جاية نتمنى يا رب إن الإصابات دي تقل شوية ونتمنى على كل اللعيبة في الفترة اللي جاية ويكون الفريق في أتم الجهزية خلال الفترة القادمة إن شاء الله الموضوع مش مستحمل مع الضغط اللي جاي هيبقى صعب جدا بصراحة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونروح لتريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا كتبت وقالت إيه على أصحاب الميداليا البرونزية في كأس العالم للأندية اشتركوا في القناة